عائلة فقيرة تلتحف السماء وتفترش الأرض وسط غابات عجلون وتواجه برد الشتاء القارس وضنك الحياة بأدوات بدائية في هذه الخيمة ثمت ما يتجسد ويروى للأجيال ويصح اعتباره درساً لتلك الأسر التي وجدت نفسها مغلوبة على أمرها لأسباب وأسباب هنا تعيش عائلة أبو خلدون حيث شبح الفقر وسوء الحياة وظروف القاسية ترافق العائلة المكونة من ثماني أفراد أجبرتهم ظروف المعيشة على ترك رغد المدينة والعيش في أحضان الطبيعة بعد مرض موعيل الأسرة سكننا في هذه الخيمة بعد معاناة 26 سنة بالأجار ولما كبرت وطال العمر صار عمري 60 سنة صرت عاني من سكري وضغط بالدم وبشهر سبعة صابني جلطة وصار عندي ضعف بعضلة القلب وانجبرنا على هذا المسكة لأنه لا نجد أجار الدار ولا نقدر عليه من كهرباء ومي وشجار دار ما نقدرش في هذه الخيمة البدائية أطفال بعمر الزهور يواجهون برد الشتاء القارس ببعض ما تيسر من الأثث وتدفئة بدائية تقف شامخة في أعلى قمم عجلون وأم خلون تجلس هنا لتحضير وجبة تسد رمق أطفالها بما تيسر مشهد بين أحضان الطبيعة الجميلة يحتضن أسرة فقيرة قاومت قساوة الحياة تقف اليوم بين مطرقة الاعتداء على الثروة الحرجية وبين سندان العوز والشتاء القارس بانتظار الفرج صحيح بالمومني روحيا